مساء الخير حبيباتي أصدقاء الكرام أتمنى لكم الصحة والسعادة والطاقة الإيجابية والوفرة في حياتكم يا رب اليوم غادي نتكلموا على كيفاش نخليوا من حياتنا من زوج دينا ومن الأبناء دينا حياة تكون سهلة وكيفاش ننضموا لهم حياتهم بعلم الطاقة أول حاجة بالنسبة للتياب أنه احنا تنديروا المكوات أو تنصلحوا لرجالاتنا أو لنحنا أو لوليداتنا وهم خارجين يعني من المكوات من المصلح تلبسوا حويجنا تكون فيهم واحد الشحنات واحد طاقة عالية وهذا خطأ كبير وإحنا متنعرفوش ضروري خسنا نصلحوا لحويجات دي لوليداتنا ونخليوهم يعني على الأقل نصف ساعة عادة يلبسوهم لنحنا وحتى لرجالاتنا ما نكويوهمش من المصلح لبسوهم هذا خطأ كبير لأنه تيعرض وليداتنا أو رجالاتنا أو إحنا للحوادث الواحد طاقة تكون قوية بزاف وإحنا ما تنكونوش عارفين الخطأ اللي عملنا كذلك بالنسبة لكيس القمامة يعني الكيس ديال الأزبال حاشاكم تنجيو تكون يعني راجل غادي الخدمة بصبح وإحنا تنجيو وتنعطوه هادك الكيس تخرجوا معاه أو إحنا تكونو يعني لابسين ومقدم تكونوا إحنا خارجين خارجين تنخرجوه أو تنعطوه لوليداتنا هذا تعطينا واحد طاقة سلبية بزاف واتي مصلنا الطاقة الإيجابية حنا تكونو فيقين فرحانين غادي الخدمة ديتنا أو غادي المدرسة ديتنا وتنخرجوه معانا واحد طاقة سلبية تتأطر على النهار ديالنا تنوليو مقلقين تنوليو عيانين وهديك الطاقة الإيجابية اللي فقنا بها تنخسروها بهذا الكيس القمامة وتنبدلو الطاقة ديالنا من إيجابية لسلبية أنا ديما تنقول لكم كيس القمامة تنخرجوه قبل من المغرب ما تنخرجوش الصباح الصباح لأنه تنبدو نهارنا ما تنبدوش نهارنا بالأزباد تنبدو نهارنا بشي حاجة زوين يعني هاد العادة نتمنكم أنكم تمسحوها من حياتكم تنجيو الاستحمام أنه إحنا تندخلو الدوش وتندوشو وتنرميو الفوض ديالنا الحويج ديالنا وتنخليوهم في الحمام نهار يومين على حساب عادة ناخدوهم وتنصبنوهم من الأحسن فاشن تنديرو يعني الحمام ديالنا مش نساليو الحويج كلهم تنحيدوهم الحمام وتنديوهم السلة فين غادي نصبنوهم إلا كان ما عندكمش البلاسة فين تتخبيو الحويج المسخيل من الأحسن تكون سلة يعني في الحمام وتكون مغطية باش ما تتاقدوش طاقة سلبية ولكن من الأحسن ناخدو الحويج ديالنا من الحمام نخليوهم لأنه تتكون طاقة سلبية وتنجيو إحنا وتنخليو حويجنا في الماكينة حتى الفوات أو البنوارات ناخدوهم إما ننشروهم يتشمشوا إما نصبنوهم ما نخليو تشي حاجة معرضة للطاقة السلبية في الحمام لأنه تكون عندنا سوء للحد تكون عندنا تعب تكون عندنا أنه تنهكون الطاقة الإيجابية ديالكم لذلك نحيدو هاد العادة هادي كذلك بالنسبة للوريدة ديالنا أو التحناية أنه تنفيقو الصباح وتنمغو اللبس الحويج ما تكونوش يعني مختاري الحويجينا في الليل تنجيو وتنقاون جبدو من البلاكار وتنرميو على الأرض وفي الخرعة تناخدو تنلبسو وتنخليو هادوك الحويج مرميين على الأرض وتنمشو الخدمة هاديك طاقة ديال الأرض والطاقة السلبية كلها حويجينا أخذتها من الأرض لذلك ضروري أنه ناخدو نكونو أنه منضمين حويج لنحناية لوليدتنا لرجالتنا في الليل باش يفيقو هما يلبسو هادوك شي اللي مقاد ويبقى البلاكار مقاد والحويجي ما يكونوش في الأرض لأنه تنجيو لبولينا الطاقة السلبية وتكون عندنا عراقي في العمل ديالنا عراقي في الدراسة ديتنا وإحنا ما عارفينش كذلك بالنسبة النموسية أو السرير أنه فش نفيقو ضروري أنه خصنا نضمو ونقدو السرير ديالنا بالنسبة لوليدتنا فش يمشو المدرسة إذا كنا نحن ما معلمينهم مش أنهم تصحبوا السرير ديالهم فش يمشو المدرسة نقدو لهم السرير ديالهم يعني ما نشطبو ما تشي حاجة فش وليدتنا يمشو المدرسة نقدو لهم السرير فقط نقدو لهم إذا كانوا شي ملابس في الأرض نهزوهم ونعلقوهم لهم فقط ما غاديش لنشطبو لنجفو لنحيدو لغبرة لوالو تا يوصلوا نعرفوهم أنهم وصلوا المدرسة أو وصلوا الخدابيهم بنسبة لجلاتنا تيوصلوا لما كان ديالهم لأنه إحنا فش أن أولادنا أو جلاتنا تيخرجوا من الدار وإحنا مباشرة نتنمشي وتنبدو نحيدو في الأغبرة وتنبدو نصبنو لهم حويجهم وتنبدو نشطبو لهم ونجفو لهم بيوتهم هادي تنهضرو الطاقة ديالتهم لأنها الحويجيالهم فيها الطاقة ديالهم البيت والطاقة ديال البيت كلها فيها الطاقة ديالهم لذلك ما نقيصوش تشي حاجة تنعرفوهم أنهم مصطول هذك المكان لأنه الله حفظ توقعوا حوادث سير توقعوا بزاف الحوادث في الطريق وإحنا ليهدرنا لهم الطاقة ديالهم وإحنا ما عارفينش كذلك بالنسبة للأحدية تتكون مبعترة لأنه تجوا لذاتنا من المدرسة وترميوا الأحدية ديالهم وتخليوها وهذه الأحدية تتكون هزة التراب وتتكون مبعترة وتتكون هزة الطاقة ديالتهم لأنه بالنسبة للأحدية بالنسبة للسرير وبالنسبة للملابس هي تتولي منا تتولي الطاقة ديالتنا في هذوك الأشياء يعني السرير والملابس والأحدية لذلك أنه الأحدية ضروري أنهم يجيوا وخصوهم يخذوها في مكان يكون مغطى والأحدية تكون مرتبة فاش ما تتأثرش على طاقة ديالهم كذلك بالنسبة للأطفال يونا أنهم تكونوا شوية تحصل ديالهم في الامتحانات شوية قليل تكون عندهم نقص في التركيز في الدراسة ديالتهم مرة مرة نبدلوا لهم المكان اللي تكونوا تديروا فيه الهوم وورك ديالهم وتحفظوا فيه لأنه كل إنسان عنده العنصر دياله إن شاء الله في فيديوهات أخرى غادي نهدر لكم على العنصر وعلى الأرقام أنا بغيتكم فقط تشدوا معي خطوة بخطوة باش ما نكترش عليكم في هاتش ديال الطاقة وفي المعلومات يعني بشوية بشوية قلت لكم أنه تبدلوا لهم المكان ديالهم إلا شتي ولدك ما تيجيبش مدراسة مزيان ما تيبغيش يدير الهوم وورك هو قالص وعينه في شي حاجة وباله في شي حاجة إلا كان تيجلس في هاد القنيطة أو تيجلس في هاد الروم هذا تيدير الهوم وورك إلا شتي هكذا تدليله البلاسة تدليله الهوم وورك وغادي إن شاء الله تشوفي نتائج مزيانة لأنه تنمشي على الإنسان كل العنصر دياله وعلى اللون دياله تنعطيه 50% أنه يتعاون في الدراسة دياله كذلك في الحقيبة ديال المدراسة أو الشكارة كيف نقوله إحنا الشكارة ديال المدراسة تهيا نختاروا اللون اللي تيتناسب مع العنصر دياله ونختاروا ما يكونوش فيها شي رصومات وما يكونوش فيها شي صور اللي تتكون صور يعني مزويناش والصور تتاخد من طاقة ديالتو نختاروا ليهم محافظ اللي تتكون عادية وتتكون فيهم شي صور تعطيه الطاقة الإيجابية ما شي صور ديال شي كارتون لي سيكون فيه العنف وشي صور ديال شياطين هادو ما نختاروهم شي المحافظ ديال وليداتنا كذلك بالنسبة يعني المكسبة ديال وليدتنا أو المحافظة ديال وليدتنا داروري خصها تكون مرتابة ونعلموا لوليدتنا أنكم الأقلام ديالكم حطوهم في هذا البليسة الكوزو في هذا البليسة بش يكون بيرو دياله مقاد وتكون تاه المحافظة ديالتو مقدم فاش إن عاكس دخول ليه يعني هادك الدبدابات تلقى في من دخل دبدابت ديال الطاقة في البيرو دياله وفي المحافظة ديالتو وإن شاء الله ستساعدوا بشي يجيب لكم النتائج مزيئة كذلك بالنسبة للأطفال بالنسبة للسرير للأطفال يكون فيه حائط يعني يكون عنده حائط خشبي على الحائط اللي تينعس عليه ويكون متينعش ووراءه نافذة لأنه تتخليه متينعش مزيئة وإلا كان لابد أن هذا السرير تكون موراء نافذة ما تقدرونش تغيروها يكون عنده واحد ستارة تكون ستارة متينة باش هذا الضوء وباش هو ما يتأثرش بهذه الطاقة السلبية اللي تدخل من النافذة كذلك غير محبة في علم الطاقة سريرين يعني يكون يعني عندكم جوجوليدات وواحدين عسل تحت وواحدين عسل فوق تهي طاقة سلبية ما مزيئناش كذلك بالنسبة لوليدات اللي تخافوا في الليل وما تقدروش ينعسوا في البيت بوحدهم من الأحسن تعاملوا معهم في الغرفة ديالهم في عنصر الأرض يعني العنصر الأرض يعني أي ألوان ترابية وكذلك الباج يكون محبّد في الغرفة نحيدو الألوان المائية الألوان المائية هي الألوان الزرقاء والألوان السوداء يعني نحيدوها من الغرفة ديال ويداتنا هذا بالنسبة لوليدات اللي تخافوا في الليل كذلك نتفادوا أي ألعاب مكسورة عندهم لكن شيء ألعاب مكسورة نرميوها ما نخليوها شيء يلعبوا بها وكذلك ما نشروش لهم الألعاب ديال الضمار والألعاب ديال الحروب لأنه تتشحنهم بواحد طاقة ديال يعني العنف وما تكونوش هادئين وتشوفو إحنا وريداتنا من تعصبين مع الصبين وريداتنا طاقة ديالتهم شحونة بالغضاب وبالمضاربة نبعدوا عليهم هاد الأفلام تتفرجوا فيهم ديال العنف وكذلك بالنسبة لألعاب ديال العنف كذلك بالنسبة للبيوت ديالهم نهويوهم يعني نفتحوا النوافد تتخرج لديك الطاقة السلبية وتدخل الطاقة الإيجابية وما نخليوش النوافد ديالنا محلولة بزاف باش ماشي الطاقة الإيجابية كلها ديال المنزل تخرج يعني فقط غادي نحلوها شوية ونصدوها وبعد المغرب نهائيا ما نحلوش أي نافذة كوش النوافد تسد نتمنى هاد الفيديو هذا يعجبكم ونتمنى لكم النجاح والسعادة والطاقة الإيجابية ولقاكم في فيديو آخر باي باي مع السلام